قال النبي عليه الصلاة والسلام وما أعلمك أنها رقية وقع في قلب من أخبرك أن هذه رقية ورد في بعض الأحاديث قال لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق اقسموا واضربوا لي معكم بسهم هذه السورة أيها الإخوة أيضا فيها فضاء العظيمة أخرى أنها رقية أعظم رقية يرقى بها ويستشفى بها هي سورة الفاتحة هي سورة الفاتحة وقد جاء في فضلها ما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع بعض الصحابة أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام فمروا في طريقهم وليس معهم زاد يحتاجون إلى الضيافة مروا بقرية فاستضافوهم ما معنى استضافوهم؟ طلبوا الضيافة منهم فأبوا أن يضيفوهم فانتحوا جانبا وجلسوا فلدغ سيد ذلك الحي يعني أصابه هام من الهوام هذه لدغه كانت لدغة سامة وهذا سيدهم وكبيرهم فحاولوا أن يداووه بأي شيء فلم يفلحوا ولما عظم عليهم الأمر قالوا لو ذهبنا إلى أولئك الركب لعل عندهم رقية فجاءوا إليهم وقالوا هل عندكم من رقية؟ هل عندكم من رقية؟ فإن سيدنا قد لدغ فقام أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وما كان يعلم قبل هذا أنها رقية ولا أخبره أحد ولكنه كما ورد عنه يقول وقع في قلبي وقع في قلبي أنها رقية فقال قلت أنا أرقيه قالوا فقم معنا قالوا إن استضفناكم فلم تضيفونا فلا نقوم معكم حتى تجعلوا لنا جعلا أجر يعني على هذا الدواء والعلاج ففاوضهم حتى وصل معهم إلى ثلاثين من الغنم أن يعطوهم ثلاثين من الغنم إذا شفيا سيدهم فأخذوه إليه فقام يقرأ عليه سورة الفاتحة ويمسح عليه وينفذ حتى برأ قال كأنما نشط من عقال كأنه ليس به فأخذ الغنم وجاء بها يسوقها إلى أصحابه فاستعظموا هذا الأمر الصحابة لاحظوا هؤلاء الذين تربوا في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام مع أنهم جياع ومتعبون ومحتاجون إلى الطعام لكنهم كفوا أيديهم هذا أمر قالوا ما استأذن فيه الرسول ولا نعلمه ثم القرآن كيف نأكل بالقرآن كيف نأكل بالقرآن لكنهم اتفقوا بعد ذلك على أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيخبروه الخبر فجاءوا يسوقون غنمهم حتى وصلوا إلى المدينة وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أخبروا بما حصل معهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما أعلمك أنها رقية وقع في قلب من أخبرك أن هذه رقية ورد في بعض الأحاديث قال لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق اقسموا واضربوا لي معكم بسهم النبي عليه الصلاة والسلام لماذا هل يعني النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب الجشع والطمع حاشا لا لكن أراد أن يطيب قلوبهم وأن يطيب كسبهم أن يبين لهم أن هذا حلال لا مريت فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيأكل معهم وهذا دليل أيضا على توضعه وقربه من أصحابه وحرصه على نفوسهم فهذا دليل على أنها رقية من أعظم الرقى والراقون الذين يشتغلون بالرقية يعلمون هذا الأمر يعلمون هذا الأمر القرآن كله خير ويمكن أن يرقى بسور أو بآيات ووردت الرقية النبي عليه الصلاة والسلام بسورة الإخلاص وقل هو الله والمعوذات وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه رقية كافية هذا من أوصاف هذه أنها الكافية تكفي في الرقية هذه سورة الفاتحة لكن لمن لمن عظم صح إيمانه وعظم يقينه وتفهم مقاصد هذه السورة ومعانيها إذا تفهم هذا لا شك أن رقيته تؤثر بإذن الله هذا كلام الله وهذه أم القرآن ما بقي شيء بعدها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر